هعجبك كده ياما؟ يرديكي لمحمود عمله؟ مشي من غير ما يسلم علي اه والله طب حتى لو شافع مزعله طب مش مفروض يقعد بقى ونتكلم ونتعتب لكن ازاي ابنك اتقمس وزعل وسبور سعيد كلها باللي فيها اسمعي بقى يا بيت يا تحية ما توجعيش دماغي انت واخوكي كل مسألك تقولي لي مفيش حاجة دا كان سوق تفاهم بسيط وعدة اسأله هو يقولي دا شالوني على روسهم من فوق وكانوا معايا زي الفل انا بس اللي مسلكتش في البلد ومحبتهاش اسمعي بقى ام اقولك عايزين تحكوا احكوا لي وحاتوا من الاخر وما تفضلوش توجعوا في قلبي والله يا اما مفيش الموضوع بسيط انا هحكيلك بقى وامري لله عشان ما تفتكرش ان انا قصرت معاه في حاجة مالكة بط مالي ما انتشعرك مالي يا اما واحدة من الشرع يا كلم الله ما انتش خايف على نفسك من ايه تكون مجنيلة عينة وعالدها يا اما حرشت عصايا اه اولا اللي انا علمته لك وبعدل انا مش مفرجاك على فيلم الحب في طابة عشان تنتقس ما انتعصتش ليه يا كلم اعمل ايه بقى يا اما ما بعرفش اقصر للشيطان كلمة شيطان؟ شيطان يا كلم يا مجرم خلاص بقى يا اما هي دي التربية اللي انا مربيها لك خصية عليك ما تيدي يا بطل؟ انا مش هاهدة مش هاهدة غير لما تروح تكلم اختك وجوزة وتعتذر لهم كمان ايه ده؟ الناس فتحولك بيتهم واكرموك اخر كرم هو دي جذاتهم ما ينفعش تعملهم كده ابدا حاضر حاضر يا ستة كلها هكلمهم هكلمهم وحبوسوا على رأسهم كمال عشان تنبزتي يا اما وبعدين ايه يا اخويا الانعرة بتاعتك دي؟ اديك رجعت يا اخويا الوجع القلب والايد البطالة ايه؟ ما كنتش قادر تستحمل شوية عشان اكل عيشك؟ ولا لازم يعني يرفعوا لك القرون عشان تتبسط؟ اعمل ايه بقى يا اما؟ فقري ماليش في الطيب نصيب وبعدين لو على فكرة اليد البطالة طميني حسين زبطلي موضوع شغل الورشة بتاع اسكندرية وبكرة الصبح رايح استلم الشغل اه حسين ده ده واقعته الزمده واقعته الزمده واقفر ام فزي يا ابن الكلب عامللي نايم ورشة ايه اللي انت عايز تشغل ابني فيها بقى بعد ما كان بيشتغل في التجارة وبيكسب شئو شوية عايز تعمل ابني ميكانيكيكي اه اعمل ايه بس يا حاجة ام حمود ما هو موافق انا رسول وما على رسول إلا البلاغ ده تكنيلة في مجايبك المهببة يلا ام تلم وروح صالح مراتك وافتح المحل اللي انت قافله بدل ما انت قاعد كبس على قلبنا ومقاسمنا في لقمتنا عجبك كده يا محمود امك بتهد عليها اللهم اللي انا بكلها عندكو تب صراحة يا حسين اكل انتك جامدة ده غير منك ما تعشرش ده موضوع تاني خالص إلا جامدة ده لها في نص صنية البطاطس مبارح لو لاش شلتها من قدامه ما كانش حد فينا لحق ياكل منها اعمل ايه بس يا حاجة ما هو انت اللي طبيخك زي العسل والواحد بيعايز ياكل صوابعه وراه سلام يا خويا كل صوابعك انت واسيب الاكل ليه نحنا تعرف بقى يا حسين بعد الجملة دي بالذات انا لو منك الم شامتة هدومي واسيب البيت ده اصلا خلاص دي مرمطة خلي عندك كرامة هات بشامتة حسين كرامت ايه؟ ده جبل لو ما بيحسش على دمه هو ده عنده كرامة ده؟ خلاص بقى يا بطة خلاص بقى يا ام هاتي دي بقولك ايه انت كمان اللي انت عايزاه انت لازم تاخده وتروح تصلحه على اختك ان شاء الله حتى بالعافية انا مش نقصة واجع قلب حاضر يا ام مش كفاية علي يا ابوك اللي عزملي بكرة لجنة العمال على الغدا وانا بصراحة بقى ما عادش فيا صحة للكلام ولا يهم كما حاسب حسين انا حكلملك الزبط بتاع امني الدولة يجي لما عبدالناصر وصحابه مش شاء اتحكي بقى يا بطة يا ابن القهوة حشتيني بس برضو ازاي يا وقت تروح تجيب واحدة من الشارع ليه رمرام بقى بعد البت شرين اللي زاي فلقت الامر تروح تجيب واحدة من الشارع والله انا ما قلت روش يمشي ويسيب البيت هو اللي سابه بمزاجه وهو رجع بمزاجه خلاص بقى يا هودا مش عايزين واجع قلب مش معقول يا محمود بقى مش كل ما يزعل يسيب البيت انا مش عايز ايخد على كده بدي ما تبقاش عيشة انت هتفضل قاعد لكده زع زرق الربيع ها؟ ما تزمت وجودك يا اخي انشف شوية بصي بقى يا بنت الناس لو اتكرر موضوع انك ترقبيني ده انا ما هيكفيني فيك غير اطمر قبتك مش قوي كده ما عندك حق بص يا هودا لو اتكرر موضوع انك ترقبيني دوت انا مش هسيب البيت هاعد معاك بس مش هتسمعيلي حسة هتكتم خالص هتلاقي في وشك كومت كقابة شلتت غتاتة انا قاعدة بخلقتك عشان تقرفك طول الوقت يعني عاجبك اللي هو بيقوله ده هاتك يا تهديد كده بصراحة بقى الرجل عنده حق اهود ولا انت عايزة يتفش من البيت وينزل يدور على واحدة في الشارع ها؟ مش عايزة افسر بقى هتبعيبة في حقك يالله سلامه عليك واسبكوا تتصلحوا خدوا بالكوا انتوا بتتصلحوا ها؟ كيفاء جرمق العين اللي واقف برا ده اتصلحوا بس اه اتصلحوا ها؟ بالراحة سلام عليكم ايكم السلام ورحمة الله بك اي حزيلا الان امتعلا معي اي شيخ خوع عوض انت ما صدقت خد بالك من جوزك سلام عليكم حاضر يا محمود اتصلحوا بصدق اكتبت اتصلحوا بصدق اطرب الاسوب يعني ايه؟ ده مازالة؟ ده زاي ما تطلعوش عمري عتخال فوراً ممكن يا فندق بس بطومة ايه؟ السلام؟ لهو لما يسبت مخبر وتطول عليه وتعدى عليه أثناء خدمته دي ايه مش جريمة؟ مظبوط يا بشي بس واضح ان استادتك عصب شوان نارده وعشان كده انا مضطر افكرك المراقبة اللي كانت على الودكت من غير اذن نيامة هيعتقل الموجة بقلون الطوارئ يا اخي المهم الود يتربى والموضوع ميعدش كده استادتك ناس ان الودة ملموم على بتوع منظمات حقوق الانسان ولسه طالع من كم يوم في التلفزيون متكلم علينا يعني لو مفيش حاجة سابطة ضد الودة هيعمل لنا شوشرة الضرر بتاع هيبقى اكتر بكتير من نفعه مش فاهم الودة جاب الجراء دي كلها منين؟ ده لسه عيل بريالة يا راح ولا جاه احنا في عصر السرعة يا باشا زمان اللي كانوا بيشتغلوا في السياسة دول كانوا بياخدوا وقت على معودهم ينشف ويعملوا شبكة العلاقات بتاعته انما دلوقتي خلاص الودة من دول بيخش في السياسة ويقل من سنة بيبقى معانمر كل الموظفين اللي شغالين في حقوق الانسان في مصر وبرا مصر ده غير طبع المدونين اللي على الفيسبوك وتويتر تويتر؟ هم كمان واصلوا تويتر؟ مش كتير بس بيزيدوا يوم بعد التاني على كده احنا بقى في النشاط الديني في نعيم وقالي نعيم سيادتك لما تعتقل واحد من البهوات اللي بدقون دول وتوديه ورا الشمس محدش بيبكى عليه ولو ظهر حد وبكى عليه بتبعى تجيب له الشيخ بتاعه يفكروا باللازم مضى يخرج لأهله بعد كده يقول لهم خلاص معلش اصبره واحتسبه ويعدي الموضوع على خير انما احنا بقى بيطلع عين ابونا مع ابتوى المجتمع المدني والطلبة لو قربنا ناحية اي واحد من دول قابل بقى الصداع اللي بيجيلك من منظمات بتاعت حقوق الانسان سواء دولية او محلية خلاص يا سيدي ما تحسسنش ان انت بتحسدني طيب ما حضردش قامل عذاب اللي كنا بنلاقيه ما عبتوى عن نشاط الدينة قبل ما يرمو السلاح يالله كله عب ياخد ليومين المهم يا باشا عايزين نفكر زينا رب الودة عشان ما تفرعانش علينا بعد كده اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر